بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم أختي الكريمة هل أنت محظوظ؟ الكثير يقول حظي عاثر وأنا أسوأ الناس حظا فلنرى أخي أخيتي هل أنت محظوظ أم لا؟ لو كان لدينا مئة بطاقة وكتب على تسعة وتسعين منها أنت الأبعد عن الجنة وعلى بطاقة واحدة منها كتب أنت الأقرب إلى الجنة وخلطت البطاقات مع بعضها البعض فهل تتوقع عند السحب ستقع يدك على بطاقة الأقرب إلى الجنة ستقول شبه المستحيل أن أسحبها فهي واحدة من بين تسعة وتسعين بطاقة وإن سحبتها فأنا محظوظ حظا عظيما لكن أخي الحبيب لو أخبرتك أنك قد حصلت على هذه البطاقة من بين العالم فلك أن تتأمل عدد سكان العالم سبعة ونصف مليار نسمة ستة مليار على الكفر والضلال قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك ومليار ونصف على الإسلام فاختارك الله من هذا المليار نعمة عظيمة فقل ربنا ولك الحمد أن الله اختارك عند ولادتك مسلما غيرك يعبد البشر والشجر والبقر والحجر وأنت تعبد رب البشر فإن قلت بلى أنا محظوظ فأقول لك لكن الله زادك واصطفاك بأمر عظيم يقربك للجنة أكثر وهو أن مليار من المسلمين عجم لا ينطقون بلسان القرآن وأنت ولدت بلسان عربي بين يديك آيات الله في القرآن تقرأها وتتلذذ بها فيزيدك هداية وقربا إلى الجنة بإذن الله وغيرك من المسلمين قرابة مليار نسمة يتمنى أن يفهم معاني القرآن ولا يفهمها إلا بالترجمة فألست محظوظا من بين العالم؟ بلى والله أما الثالثة فغيرك في أندونوسيا ماليزيا روسيا أوروبا أمريكا أفريقيا تدمع عينه يتمنى فقط أن يرى الكعبة وأنت أكرمك الله ليس برؤيتها وإنما بالصلاة والطواف وحسبت لك صلاتك بمائة ألف فمن الذي اختارك أخي أخيتي مسلما عربيا يتدبر القرآن كرم الصلاة بمكة وتحسب لك بمائة ألف فأنت أفضل من تسعة وتسعين في المائة من سكان العالم فأحمد الله فقد خطفت بطاقة أنت الأقرب إلى الجنة ألست محظوظا؟ بلى والله ولكن احذر أخي الحبيب بعد هذا الفضل أن يسبقك غيرك للجنة لأن الهداية من الله فأسأل الله لنا ولك الثبات والحمد لله الذي فضلنا على كثير من الخلق تفضيلا فاللهم كما أكرمتنا بهذه الحضوظ فأكرمنا بقولك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وصلى الله على نبينا محمد